المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبيا الدكتور محمد زبيدي أهلا بك دكتور بداية ثلاثة أسابيع مرت عن انطلاق معركة طرابلوس ضد الميليشيات والعناصر الإرهابية كيف تابعت هذه المعركة منذ بدايتها إلى اقترابها اليوم من قلب العاصمة طرابلوس مساء الخير المدة الماضية كانت القتال في ما يمكن تسميته طرابلوس الكبرى لأن طرابلوس الكبرى تضم الأحياء والمناطق المحيطة بطرابلوس طوق طرابلوس سواء من جهة الغرب أو من جهة الجنوب أو من الجنوب الشرقي الآن تقدم الجيش ضواحي طرابلوس تم تجاوزها وصل الآن إلى أول ضواحي قلب المدينة في حي صلاح الدين هذا يبعد عن مركز المدينة في حدود 7-8 كيلو أصبح قريب جدا من مركز المدينة المدة الماضية استخدم الجيش طريقة الاستدراج لخارج التجمعات السكنية يستدرج الميليشيات للخارج ويتم الانقضاض عليها بعد هذه الخسائر التي منيت بها الميليشيات أصبحت الطريقة كانت تكون سالكة للجيش للدخول إلى قلب المدينة وإن كان الدخول إلى قلب المدينة لحد ما الخاص في خط صلاح الدين محور صلاح الدين بالدات لأن في تجمع سكاني كبير في منطقة الموحاذية تماما لحي صلاح الدين اسمها منطقة الهضبة وهذه فيها كتافة سكانية كبيرة ربما الميليشيات ستستمركز داخل الحياء السكنية ومما يعيق تقدم الجيش نحو المركز الرئيسي للمدينة طيب فعلا الجيش كان يستعمل أسلوب صدراج الميليشيات إلى خارج المدينة لحماية المدنيين طيب ماذا عن أعداد هل توفرت معلومات عن أعداد الميليشيات في قلب المدينة في صلاح الدين وكيف هي التحديات هناك بالنسبة للجيش الليبي الميليشيات المركزية اللي مسيطرة على طرابلس اللي مقسمة طرابلس إلى كانتونات أو إلى مربعات فيما بينها خمس ميليشيات لكن الميليشيات الداعمة لها التي جاءت من تحديدا من مصراتها بالإضافة إلى المرتزق الذين تم جلبهم أضف إلى ذلك ما تم إعلانه من قبل الأتراك أن الأتراك هذا اليوم أردوغان كشر عن أن يابه وأبد استعداد للدفاع عن طرابلس برفقة الميليشيات وتوجه له أحد عماء الميليشيات اللي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الآن في هذه اللحظة هو في اسطنبول لجلب المقاتلين من تركيا للقتال إلى جانب الميليشيات في العاصمة طرابلس إضافة إلى السفينة السفينة الإيرانية التي رست في ميناء مصراتها محملة بالعتاد وبالأجهزة الإلكترونية للتنصة والاتصالات وما إلى ذلك طيب طالما هذا الدعم أصبح أصبح علنيا ومباشرا المجتمع الدولي كيف يتابع هذه المعركة ضد الميليشيات هذه وهل من موقف محدد له أيضا منها ومن هذه الدول الخارجية التي تدعم الميليشيات بالنسبة للمجتمع الدولي يعني عندما نتحدث عن المجتمع الدولي هو تسمية هلامية مسألة المجتمع الدولي نقصد في هذه التسمية الإعلامية هي الدول المتنفذة في صنع السياسة الدولية الدول الأوروبية تحديدا دول الناتو وهذه الدول يهمها جدا بقاء الميليشيات وبقاء الإسلام السياسي في ليبيا بريطانيا قدمت أربع مشاريع قررت لمجلس الأمن وكلها قبلت بيفيت وروسي إيطاليا لا تخفي ولائها ودعمها للميليشيات ألمانيا قدبت مشروع أيضا إلى مجلس الأمن الدول الداعمة للقوات المسلحة أو للتيار الوطني أو اللي ضد الميليشيات لم تمتلك الجرأة بعد لكي تعلن جهار النهار مثلها مثل تركيا وإيطاليا الآن هو في تحالف تلاتي يتشكل التركيا قطر إيطاليا نعم دكتور من أجل إنقاذ الميليشيات قبل أن يتم القضاء عليها في المقابل الأطراف التي تدعم الجيش لم تمتلك تلك الشجاعة التي بإمكانها أن تجاهل نعم دكتور مع القوات المسلحة وأنها سوف تخرى بالميليشيات الوغانية وضحت الصورة سؤالي كان قصدي منه مجلس الأمن والألمان المتحدة على كل حال أشكرك الكاتب والمحلل السياسية ليبيا الدكتور محمد أزوبيدي دكتور 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 محمد أزوبيدي